موسيقى وزراء داخلية الولايات الألمانية وافقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين الخطيرين لنهاية عام 2018 الوزراء كمان طالبوا الحكومة الألمانية بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم الأوضاع الأمنية في سوريا هالتقرير اللي يمكن رح يتعدوا الحكومة رح يشتغلوا على أساسه وزراء الداخلية مرة تانية ويشوفوا شو إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المصنفين إنهم خطيرين أمنيا أو اللي ارتكبوا جرائم كبيرة وإعادة تقييم ممكن تحتاج أسابيع أو أشهر بحسب وزير الداخل الاتحادي توماس ديميزر موسيقى الحكومة الدينماركية عم تشتغل على تجميع مهاجرين وطالبين لجوء بجزيرة اسمها ليندوهولم هالجزيرة غير مأهولة وتابعة لبلدية فوردنبورغ وتبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات مشان هيك اجتمعت الأحزاب المشكلة للحكومة الاتلافية بالدينمارك مع حسب الشعب اليميني اللي مناقشت موازنة عام 2019 اللي أقرتها وزارة المالية لمناقشة الموضوع حينضم إلنا من الدينمارك الإعلامي السيد ثائر البكر مرحبا فيك سيد ثائر تحياتي وأهلا وسهلا فيك أستاذ سعد بجميع مشاهدين قناة العورية مرحبا فيك أستاذ سائر ما مدى جدية فعلا الحكومة الدينماركية بنقل السوريين إلى هاي الجزيرة الجزيرة ممكنة وواردة جدا لأنه في عام 2015 عندما أتت الموجة الكبيرة من المهاجرين أو اللاجئين تم عقد انتخابات البرلمانية لدينمارك وهذا أثر بشكل كبير لما صعد اليمين الشعبوي اللي يتمثل بحزب الدانس فالكوبتي أو الحزب الدينماركي الشعبية والحزب الشعب الدينماركي الحزب هذا طبعا ما كان له أي سياسات هو حزب كان قليل عدده ولكن الموجة الكبيرة والبروبوغندا الإعلامية التي صارت تجاه اللاجئين السوريين بشكل خاص واتجاه اللاجئين بشكل عام أثرت بصعوده كبير لحتى الحكومة لا تحسن تعمل شكل الحكومة حتى تحسن تعمل اتلاف مع هذا الحزب طبعا هذا الحزب لا يوجد لديه أي سياسات اقتصادية أو أي شيء دائما يتحدث عن اللاجئين بشكل مباشر قضيته المطروحة هي قضية اللاجئين فقط لا غير يلعب على وطر دائما على وطر الأسلنت الدينمارك وعلى وطر أن هؤلاء القادمين لأخذ أموالنا وأخذ فرص العمل الموجودة لدينا وهل فعلا يلقى تجاوب من قبل الشعب الدينماركي؟ المشكلة أن الحزب هذا هو تقريبا تعداده 20 أو 21 بالمئة من السكان والأغلب من اللي بينتخبوا هذه الحزب هم من كبار السن أو كبار العمر اللي بيعوهن مثل ما بقول سياسة الخوف أنه خافوا من هذول اللي جايين هذول اللي جايين لأسلم الدينمارك هذول اللي جايين لطبء النقابي طبء الشريعة الإسلامية هذول اللي جايين لأغراض تانية فكانت النسبة قليلة جدا من قبل الانتخابات ولكن ارتفعت إلى نسبة 20 بالمئة لحتى أخذوا مقاعد كثيرة بالبرلمان ومساهم تشكيل الحكومة طبعا المشكلة بدأت مشكلة العودة إلى سوريا البارح أو هي كانت المشكلة المعاقدة بين الحكومة لأنه دائما عندك شغلة اسمها الميزانية لا تنحط الميزانية إلا تتوافق الأحزاب بشكل عام لحتى تنحط الميزانية كان شرط الحزب الدير أو دانس فالكوباتي حزب الشعب الدينماركي أن تنحط الميزانية ولكن مناقشة اللاجئين كالعادة دائما عنده سيرة اللاجئين فبالأول طبعا ما كان في تجربة الحكومة من حكومة البنسقل اللي هي حاكمة أخذ الحكومة ولكن من بعد ذلك صار في عقبات بتشكيل الميزانية وهذا شيء كتير مهم بالنسبة للدينماركي حكومة الدينماركي فآخر الشيء وافقت وكان في عدة بنود من أهم طيب سيد ثائر تساءل البعض بأنه في حال تم هذا الأمر وفعلا نقلوا السوريين اللي بدون ينقلوهن على هاي الجزيرة طيب هل بيستطيع بعد فترة هذول السوريين يتنقلوا بين المدن يروحوا يجوا بحرية ولا يعني وجودهم بهاي الجزيرة هو عبارة عن حبس ولكن واسع وكبير كاب اللي موجود أو مركز اللي موجود بجزيرة تنطفل هو مركز احتجاز الترحيل يعني لا يمكنت مغادرة أراضي الدينمارك لا يمكنك انترقل بين مدن الدينمارك أنت موجود في هذه الجزيرة حصريا حتى يتم ترحيله ولكن حاليا لم يطبق هذا الشرط على سوريا لحد الآن السوريين يأخذوا إقامات ويأخذوا حمايات ولكن هذا الشيء أقرؤ أنه في حال صار سلام أو اتفاقيت سلام في سوريا فيمكن ترجيع اللاجئين فأعطوا الأولوية لترجيع اللاجئين وضعوا في هذه الجزيرة الجزيرة لنهم وهي طبعا جزيرة بعيدة ونائية وتقريبا مساحتها لا تتعدى أمتار المكاعدة طيب سيد ثائر يعني إذن وجود السوريين في هذه الجزيرة هو فقط مشان أنه ترحيلهم بعد فترة زمنية معينة ولا مشان فعلا يكون في الهون بيوت ويسكنوا بها الجزيرة الجزيرة هاي صديقه هي كم ترحيل هي عبارة عن سجن ترحيل المرفوضة طلبات جوءهم واللي لازم يترحلوا من أراضي دينمارك تجاه دولهم هي ليست إقامة حاليا للسوريين أو يعزل للسوريين ولكن في حال الرفض بنحط كل اللاجئين المبتوضين طلباتهم في جزيرة لندهولم حتى يتم تسفيرهم إلى بلدهم طبعا هذا الشيء يتحدث كل اللاجئين ولكن ليس فقط اللاجئين للسوريين طيب بنفس الوقت يعني عم يحكوا أنه في سوريين مساويين جرائم من ضمن هذول السوريين اللي بدهم يرحلوهن على هاي الجزيرة طيب هذول أيضا ما ممكن يكونوا خطر على الأشخاص اللي رح يترحلوا معاهم يعني ما تنظر حكومة دينمارك بعين الاعتبار على هذا الموضوع أخي العزيز حاليا لا يوجد أي ترحيل حتى ولو بنسبة للجرائم اللي بيرتكذها أي لاجة أو أي مهاجر ما زال في خطر على حياته في البلد الأصلي الموجود لا يكون ترحيله هذا الأمر لحد الآن غير مطروح وغير وارد أبدا هذا الترحيل أو الترحيل إلى هاي الجزيرة برأيك هل هي ورقة ممكن تنفع السوري مستقبلاً ولا هي ورقة سلبية؟ المشكلة إذا تم معقد مشاورات تم إعلان سوريا بلداناً طبعاً هذا الشيء نحن كلنا نتمنى ولكن ليس بوجود رأس النظام الحاكم ولا بوجود العصابات كداعش ولا بوجود العصابات المسلحة هذا الشيء نحن نتمنى أن نرجع ببلدنا طواعية ولكن المشكلة يستخدمون هاي الورقة للضغط كهي ورقة انتخابية لأن الانتخابات حالياً هي بعد سبع تشهر في الدنمارك رح تجري والحزب فقط الحزب الشعب الدنمارك اللي كنت أحكي لك عنه فقط من شعبيته كثير وفقط تقريباً ثلاثة ونصف المئة من الأصوات اللي انتخبوه لأن الحزب ما قدم أي شيء لقدم سياسي اقتصادي ولا اجتماعي ولا حتى بدنسوه للمدارس ولكن هاي ورقة ضغط ونأمل أنها تكون هي الورقة الأخيرة اللي يلعب فيها إن شاء الله تكون ورقة غير رابحة بهالمجال ولكن حالياً لا يوجد أي ترحيل للسوريين في حال تم الترحيل وبدأت الإجرات وموجود رأس النظام الحاكم في سوريا فهذا يعني حكم إعدام على تقريباً ثلاثين أو خمسة وثلاثين ألف لاجئ لأنه أغلب الناس اللي موجودين في الدنمار هم موجودين على بند الحماية السياسية وأغلب الناس اللي اجت للدنمار هم اللي جايين بالنسبة بند الحماية السياسية لأنه ما كانت تعطي آخر فترة الديوء السياسي في الدنمار ودولة النروي طيب بدقيقة أو دقيقة ونصف الأخيرة أنتقل معك لمحور ثاني أستاذ سائر وأسألك على موضوع قرار ألماني بأنه لا ترحيل للسوريين لبعد ألفين أو حتى نهاية 2018 كيف تقرأ هذا القرار؟ السوري الكريم الوضع السوري وضع مؤتنزم جداً الوضع السوري ووضع صعب جداً لا يمكن حلوه دو سنة أو سنتين أو ثلاثة حالياً يجد أطراف متصارع كثيرة والأشخاص الموجودين مثل ما تلت لك أنه هؤلاء أشخاص صحت بند الحماية السياسية فأغلبهم مطلوبين للنظام أغلبهم مطلوبين فارين من الخدمة العسكرية فأرجعهم للنظام هذا شيء مستحيل جداً وغير وارد جداً في حال تم إرجاع اللاجئين ستكون مصريبة جداً وأغلب الناس التي ستكون هنا ستذهب إلى بلد ثاني لكن أعطيك معلومة يا أخي الكريم عدد اللاجئين الموجودين في دينمارك لحد عام 2017 كان 35 ألف لاجئ سوري بين لاجئ وبينها لم شمل حد عام 2018 من المصادر المقبرة من السفارة التركية أكثر من 7500 تلاجئ سوري غادر وأراضي دينمارك اتجاه تركيا بدون عودة هذا يعني أند ثلث لأن حكومة الدينماركية كانت في التبع هي سياسة تطريش بشكل متعمد الناس كثير تفشت ورجعت لتركيا العدد الثلث تقريباً غادر حالياً موجودين 24 أو 25 ألف سوري لذلك هي لعبة الانتخابات لا أكثر ولا أقل وكانت كثير نقاشات على هذا الشيء ونحن نعرف وكان في رسالة حب حبيل وإجهوه السوريين أنه نحن عم بلد ونحن عم وطن ولكن هذه البلد حالياً مدمرة ورح نرجع نعيد بلدنا ورح نرجع نعمر بلدنا ورح تكون إن شاء الله خالي العصابات الأسد هو لأنه يصبح صراحة تخوف سيد ثائر من هذا الموضوع خصوصاً بألمانيا كل فترة وفترة بيطلعوا مرشحين أو بيطلعوا السياسيين أو بيطلعوا نواب إلى ما هناك ودائماً تكون ورقة الضغط والورقة اللي يحكوا فيها هي السوريين يعني بهذا الإطار شكراً إليك سيد ثائر كنت معانا عبر السكايب من الدنمارك تحية لك أستاذ الكريم أهلاً